بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم المعلمة مجاد الشهري من معاهد برامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية الصف الدراسي ثاني تأهيلي الفصل الدراسي الثاني المادة التربية الفنية عنوان درسنا لهذا اليوم تصميم واجهة مسجد مستوحى من العصور الإسلامية المجال المستهدف الفني المجال المساند الحرك الدقيق الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على خطوات تصميم واجهة مسجد مستوحى من العصور الإسلامية الأهداف الخاصة أولا أن يذكر الطالب والطالبة مسميات أجزاء المسجد ثانيا أن يرسم الطالب والطالبة تصميم المسجد بالقلم الرصاص ثالثا أن يلون الطالب والطالبة تصميم المسجد بأسلوب الظل والنور قوانين درسنا لهذا اليوم أولا أجهز كراستي وأدواتي التي أحتاجها ثانيا أستمع إلى الدرس بتركيز ثالثا أتابع الدرس حتى انتهى الوقت المخصص طيب طلابي نشاهد هنا صديقتنا الجميلة نورة لدى نورة هنا هذا المفتاح تريد منها مساعدتها لكي يعبر هذا المفتاح حبر المتاحة لكي نصل إلى أين؟ لكي نصل إلى الصندوق ونفتح الصندوق لنشاهد ماذا يوجد لدينا هنا داخل الصندوق ونشاهد هنا الصورة أولا نفتح الصندوق فتحنا الصندوق ماذا يوجد هنا؟ ها طلابي أحسنتم لدينا هنا؟ مسجد أحسنتم ما هو المسجد؟ ها طلابي المسجد هو دار عبادة للمسلمين لتأدية ماذا؟ لتأدية الصلوات الخمس وصلاة الجمعة بالإضافة إلى صلاة العيدين وأيضا بالإضافة للعبادات الأخرى مثل قيام الليل وقراءة القرآن إذن المسجد هو دار عبادة للمسلمين لتأدية الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين بالإضافة للعبادات الأخرى مثل ماذا؟ مثل قيام الليل وقراءة القرآن الآن طلابي وطالباتي سوف نتعرف على الأجزاء الأساسية لتصميم المسجد لدينا هنا نشاهد هنا ماذا نشاهد؟ نشاهد مآذن مختلفة الأشكال وأيضا الألوان وأيضا لدينا من الأجزاء الأساسية لتصميم المسجد القبضة لدينا هنا هذا المسجد نريد الآن تصميم هذا المسجد سوف نضيف إليه أولا هذه القبة في الأعلى إذن القبة دائما تأتينا في الأعلى ونضيف هنا في الجهة اليمنى ماذا؟ المئذنة أحسنتم طيب الجهة الثانية سوف نضيف مئذنة لكن نريد أن يكون الشكل متناسق سوف نضيف ماذا؟ مئذنة مطابقة للمئذنة الأولى فيصبح لدينا هنا تصميم جميل ومتناسق مثل ما نشاهد هنا إذن لتصميم مواجهة المسجد تعرفنا على الأجزاء الأساسية لتصميم المسجد لدينا هنا المبنى الرئيسي بالإضافة إلى المآذن أو وأيضا القبضة طيب طلابي الآن نتعرف على أدوات تصميم مواجهة المسجد نحتاج إلى ماذا؟ قلم رصاص وكراسة وأيضا الألوان إذن لدينا هنا أدوات تصميم مواجهة المسجد نحتاج إلى قلم رصاص وكراسة بالإضافة إلى الألوان الآن طلابي وطالباتي لدينا هنا هذه السبورة أريد منكم مساعدتي في وضع أدوات تصميم مواجهة المسجد على هذه السبورة أولا نشاهد هنا كراسة هل الكراسة من أدوات تصميم مواجهة المسجد؟ هل ذكرتها قبل قليل؟ هل نحتاج إلى كراسة؟ أحسنتم إجابة صحيحة إذن أول الإجابات الصحيحة نحتاج من الأدوات إلى كراسة طيب نشاهد هنا زرادية هل ذكرت الزرادية من أدوات تصميم مواجهة المسجد؟ هل نضعها هنا على السبورة؟ أحسنتم إذن الزرادية ليست من الأدوات طيب نشاهد هنا ألوان هل ذكرت الألوان من الأدوات تصميم مواجهة المسجد؟ هل نضعها هنا على السبورة؟ أحسنتم إجابة صحيحة إذن من الأدوات نحتاج كراسة وألوان بالإضافة إلى هل نحتاج إلى إسفنجة لتصميم واجهة المسجد؟ أحسنتم لا نحتاج إلى إسفنجة طيب هل نحتاج إلى قلم رصاص؟ نشاهد أحسنتم إذن قلم الرصاص من أدوات تصميم واجهة المسجد هنا اكتمل لدينا الإجابات الصحيحة إذن أدوات تصميم واجهة المسجد نحتاج كراسة قلم رصاص بالإضافة إلى الألوان الآن طلابي وطالباتي لدينا تطبيق عملي لتصميم واجهة المسجد لدينا هنا أدواتنا نحتاج كراسة قلم رصاص ألوان الباستير الطبشوري بالإضافة إلى أقلام أو أقلام لون الألوان الخشبية بالإضافة إلى أقلام للتحديد ولدينا هنا أيضا المسطرة سوف نرسم الآن واجهة مسجد مكونة من أربع مآذن لدينا هنا سوف نأخذ المسطرة ونرسم بالقلم الرصاص لدينا هنا أولا المئذنة الأولى إذن لدينا هنا أول مئذنة لدينا هنا نشاهدها أول مئذنة في الجهة الأخرى أيضا سوف تكون المئذنة مطابقة لها إذن هنا لدينا أيضا نفس المئذنة بهذه الطريقة نقوم برسم المئذنة الثانية إذن لدينا هنا المئذنة الثانية إذن رسمنا الآن مئذنتان مثل ما نشاهد متطابقتان الآن سوف نرسم جزء من المبنى بهذه الطريقة قاعدة صغيرة ونرسم فيها هنا مئذنة مثل ما نشاهد هنا إذن هنا لدينا المئذنة الثانية ونرسم هنا أيضا قاعدة بهذه الطريقة ونرسم هنا أيضا مئذنة إذن أصبح لدينا هنا في هذا المسجد الكبير أربع مآذن مثل ما نشاهد هنا لدينا هنا مئذنتان كبيرة ومئذنتان صغيرة نستطيع إضافة هنا هذه القبة وأيضا هنا نستطيع إضافة قبة بالإضافة إلى هذه القبة إذن نستطيع في المسجد الكبير إضافة كم قبة؟ ثلاثة أحسنتم إذن هنا قمنا بتصميم واجهة مسجد كبيرة مثل ما نشاهد هنا رسمنا هنا المئذن الكبيرة وهنا لدينا المئذن الصغيرة بالإضافة إلى لدينا هنا كم قبة؟ لدينا ثلاثة إذن إلى هنا طلابي وطالباتي انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم توصياتنا لأولياء الأمور أولا التركيز على رفع مستوى الدافعية كما علينا خلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواعه ثانيا المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا انتهى درسنا لهذا اليوم كنت أنا معكم معلمتكم عمجاد الشهري أراكم بإذن الله في الدرس القادم مع السلامة